بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محباب بولادي ابنتي اجمعت ثالثة ثانوي علم تجربية وشعبة الرياضيات ما زلنا مع المراجعة الشاملة والتحضير للباكالوريا حيث في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بمراجعة شاملة في الاحتمالات حيث نتعلم السحب من عدة سناديق وتشكيل شجرة الاحتمالات كذلك والسحب قلت في آن واحد إذن حيث ماذا قال؟ قال لدينا ثلاث سناديق متمثلة A1-A2-A3 قال حيث A1 يحتوي على كرة حمراء وتسعة عشر كرة سوداء والثاني يحتوي على كرتين حمراء وين وثمانية عشر كرة حمراء سوداء والثالث يحتوي على ثلاثة حمراء وسبعة عشر كرة سوداء قال نختار عشوائيا أحد من السناديق الثلاثة ثم نسحب كرتين في آن واحد من السندوق المختار قال لتكن الأحداث RR هي حادثة الحصول على كرة تيني حمراء وين NN حادثة الحصول على كرة تيني سوداء وين و RN حادثة الحصول على كرة حمراء وكرة سوداء يعني مختلفة اللون قال شكل شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه التجربة أو هذه الوضعية قال ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكرات الحمراء المسحوبة قال حدث قيم المتغير العشوائي X قال بين أن احتمال الحديثة لما X يساوينا 2 هي 2 على 285 جيم قال بين أن احتمال الحديثة لما X يساوينا 1 هي 53 على 285 قال استنتج قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي أو الرياضيات لX ثم عندنا ثالثا علما أننا حصلنا على كرة تيني حمراء وين ما احتمال أن يكون السحب من الصندوق الثالث هذا قلت رخص بالشعبتين علوم تجربية والرياضي أما التقنية الرياضي راهم ما يقرأوش الاحتمالات الشرطية إذن نطلقوا بأول شيء اللي هو شجرة الاحتمالات شجرة الاحتمالات لحظوا أولادي مليح مليح أولا نشعل عندنا من صندوق عندنا ثلاث سندوق واحدة اثنين اثلاثة متمثلة كيف كيف سما الشجرة في الأول تخرجناها بثلاثة شوفوا معي هكذا وهكذا وهكذا إما الصندوق اي واحد أو اي ثنين أو اي ثلاثة بما أنها متمثلة معناه كل واحد يدي واحد على ثلاثة من الاحتمال بحيث دائما أولادي لما نجمع هذا زيد هذا زيد هذا شعر نلقاوه نلقاو واحد دائما قانون العقد صاحة نجو الآن إلى اي واحد اي واحد إما تخرجنا حمراء مع ماذا؟ مع سوداء أو تخرجنا سوداء مع سوداء لماذا يا أستاذ؟ بس صح نحبكم تركزوا معي قال نختار عشوائيا أحد من السناديق الثلاثة ثم نسحب كورتين في آن واحد كلمة آن واحد معناها التوفيق اللي هي سي عدد الحالات الممكنة اثنين منين لو كان نجو كل صندوق شعال فيه صندوق اللول فيه عشرين واحد زيد تسعتاش الثاني فيه عشرين اثنين زيد ثمنتاش والثالث فيه ثلاثة زيد سبعتاش فيه عشرين يعني صباح للتوفيق هي ثنين منين من عشرين ونجيب الآلة الحاسيبة راي تحسبها اللي هي عشرين عفوا عشرون آن سي آر هكذا اثنين راي تعطيني مية وتسعين معناه كامل راح نقسم درك على مية وتسعين لأن الاحتمالات الحالات الملائمة على الحالات الممكنة تبع معي يا مليح هل يمكن ولادي في الصندوق الأول بهج بدنا زوج حمورة ما يقدرش لأن شو شعل عنده عنده يحتوي على كرة حمورة لهذا هنا نقول حمورة سوداء أو سوداء سوداء لاحظوا معي يا مليح نجو للصندوق الثاني هكذا إما تخرجنا حمورة حمورة يعني شعل عنا؟ عنا زوج ما يقدر يخرج النازوج في آن واحد أو تخرجنا حمورة سوداء أو تخرجنا سوداء سوداء نجو للصندوق اللي بعده كذلك هكذا إما تخرجنا حمورة حمورة أو حمورة سوداء أو سوداء سوداء أروح جلاليذك نعمره بشوية هذه هي شجرة الإحتمال لكن ما زالها فارغة أروح نبدأ بشوية كيفاش نعمر هنا وهنا 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 صح؟ نبدأ اللولا الكل نقسمه على أو تسعود هكذا شوفوا معي يا مليح هنا كذلك على مية وتسعين هنا على مية وتسعين هنا على مية وتسعين هنا على مية وتسعين وهنا هكذا شوفوا معي يا مليح بعد تعلموا إلى إنجاز التمرين من هذا النور إذن هنا مية وتسعين وهنا مية وتسعين أولا ننجو إلى هذا الحالة كورة حمرة مع من؟ مع كورة سوداء سي سي واحدة من واحدة وواحدة من تسعة عشر على من؟ على سي اثنين دائما من عشر لاحظوا معي يا مليح هذي كي تقرأها واحدة حمرة الكيس الأول لعننا أصلا هنا واحدة حمرة واحدة حمرة وواحدة سوداء إيش حالة عندنا أولادي عندنا تسعة عشر ندو منهم واحدة لما نحسب هذه بالآلة الحاسبة رايح نصيب تسعة عشر على مئة وتسعون إذن هنا تسعة عشر الحالة الثانية هذه بلما تكتبوا تحسبوا كي ندير نجي بغير آلة الحاسبة أولادي وندير مئة وتسعون بتعلموا مئة وتسعون ناقص تسعة عشر تعطينا مباشرة مئة وواحد وسبعون على أه أن دائما فرية تقول هذا زيد هذا يساوي واحد يعني هكذا تسعة تسعة عشر على مئة وتسعون هكذا زيد مثلا إكس يساوينا واحد ومنه إكس ماذا يساوي يساوينا واحد ناقص تسعة عشر ناقص مئة وتسعون وحد المقام وحد المقام ها بتعلموا بالأمر ما فيه والو هاي لكم يو تسعين ها تعمر تخرجنا جربوها نجو الآن إلى الجزء الثاني من الشجرة خلاص 190 دا من قسم عليا الجزء الثاني اللي هو زوج حمر نشعل عنا أصلا في الصندوق الثاني من حمر عنا زوج فقط تولينا 2 2 على 2 من 20 تعطينا شعال تعطينا مباشرة يعني بعد الحساب رح نسيبه 1 نجو اللي هنا C 1 من 2 و 1 من 18 على ها أستاذ 1 من حمر 1 من السوداء ها هي لكم تخرجنا شعال بعد الحساب رح تخرجنا مباشرة 36 نجو كذلك اللي بقات بقات مباشرة نقول هكذا 190 ناقص شعال ناقص 1 زائد 36 حسابات فقط شعال رح تعطينا تعطينا مباشرة 153 153 هنا عمره الشجرة صح نجي لحالة اللي بعدها نروح الآن إلى الصندوق الثالث شعال فيه حمر فيه ثلاثة تولينا C زوج ما ثلاثة على 190 تعطينا شعال مباشرة بعد الحساب رح نسيبه 3 يعني هنا تعطينا ثلاثة نجي لهذا اللي هو واحدة من ثلاثة وواحدة من 17 على 190 لما نحسبه كذلك ولا دي شعال رحين نسيبه يعني كي نحسبه الحالة هذه رحين نلقاه 51 هيا نلقاه قلت 51 وخمسون تبقى لي الحالة الأخيرة اللي هي 190 ناقص هذا وهذا ولا حبي تديروها كذا C 2 من 17 سي 2 من 17 رح تعطينا 100 وستة وثلاثة ها هي تعمرت الشجرة بتاعنا بكل أرياحية تقول لي أستاذ صح ونكتبله الخطوات هذة وتقدر تكتبهم له هنا المهم بسونسيال هنا عمرنا الشجرة بتاعنا بكل أرياحية هذه هي الخطة تحق هذا هو الشجرة الآن ذو كايو اللي التمعين الوحده ينحل واحده صح قال لي الآن ليكن X المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الكورات الحمراء المسعوبة ما هي قيم X صح هروح جوليتي صح هنشعكين حمراء الكاش كامل هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر سما قيم X هي إما واش إما صفر صح هنشعكين من حمراء واحد وهنا واحد وهنا واحد صح هنشعكين من حمراء ثنين وهنا ثنين سماعنا ثنين فقط هذو هما قيم X شوفهم معي بالأقل هل تعلموا فصي أنا ثم قال لي بين أن احتمال الحديث X يساوينا ثنين التبيان أن يساوينا X يساوينا ثنين يساوينا ثنين على 285 أرواح جوليديغ بالأقل كلمة ثنين إحنا نحن رأي تحدث معامل ما نحمورها يعني وين كين R و R يعني سباح لي هكذا P X يساوينا ثنين كين زي طرق شوفوا الطرق الطريق الأول أين راي هاي الطريق الأول وها هاي ونطريق الثانية يعني كومبيلي السحب من السندوق الثاني و حمراء أو السحب من السندوق الثالث و حمراء كلمة و هي التقاطع قادرة الحديثات أو اختيار هو الزايد مش تفهموا الفكرة إما يكون عندنا ذي الحالة أو ذي الحالة يعني تصبح أن تساوينا 1 على 3 في 100 1 على 190 أو طريق الثاني اللي هي هاي وين 1 على 3 في 3 على 190 لو نجي نحسب شعر رح نسيب أولادي شوف هنا معايا إذن قلت هذا إذن هذا في هذا أو ماذا أو هذا في هذا لو نشوف هنا إذن وش رح تصبح هنا نتابع جيدا إذن بعد ما نحسب أولادي شرح ننصيب ننصيب مباشرة التي هي 2 على 20 85 هي رح تعطينا أكيد الأول كي نبدأ نحسب المقام رامو أولادي زي 4 تولي لكم هكذا 4 قسمة نفتح قوس 3 في 190 ونغلق القوس رح تعطي لي عدد صغير 0.00 7 هاي لكم تعطي لي 2 على 20 85 هاي تمد هاي لكم صح هذه الحالة الأول نجو الآن إلى كذلك إلى بي لإكس يساوي لنا 1 قال لي اثبت هاي تساوي ذي أروح جول هذه كلمة 1 وهذه كلمة 1 وهذه كلمة 1 شوف وهم لها سمش على مطريق ثلاثة عنا بي ل إي واحد تقاطع أر آن أو الصندوق طريق تاعة صندوق الثاني و آر آن أو الصندوق الثالث مع من مع آر آن بسهل مش عال كين مطريق كين ثلاثة يعني تصبح أن تساوي 1 في 1 على ثلاثة في 19 على 190 أو يعني هذا في ذا أو واحد على ثلاثة في ستة وثلاث على 190 أو طريق الثالثة اللي هي هذه واحد على ثلاثة في واحد وخمسون على 190 أحسب الذي رح أعطي لكم نفسها اللي هي ثلاثة وخمسون على 20 وخمسة وثمان هاي لكم يعني أمر مش رح في ذاك خارق ولا ها صاح بعدها قال يستنتج قانون الاحتمال قانون الاحتمال هو أن نضع جدول كامل صاح شوفوا معي مليح شوفوا معي مليح نايا نقدر قاع الشجرة كمنا معها قانون الاحتمال نلخي صهو كليا في هذا الجدول اللي هو X 0 1 2 هاي لكم هاي لكم هنا هنا عندنا 20 وخمسة وثمانين 20 وخمسة وثمانين 20 وخمسة وثمانين انتع اثنين ولادي هاي وينا هي اثنين انتع الواحد هي 53 تبقى لهذه رأي سهلة نقول هكذا واحد ناقص 53 على 285 ناقص 2 على 20 وخمسة وثمانين يا أستاذ ما فهمتش على هذرت هكذا لك 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 ومنه هذا هذا اللي هو بي لي اكس يساوي نصفر وش يساوي هذا شي يساوي يساوي لنا الواحد ناقص هذا وهذا هاي لكم لما نجي هنا ونوحد المقام بالحساب هاي لكم تولينا 285 ناقص 53 ناقص 2 على 285 نحكم هذه بالآلة الحسيبة وندير 285 ناقص هذه معذية راحة تعطينا 5 نمرة مو 55 راحة تعطينا 200 و قلت تعطينا 20 و3 لما نعود نشوف إذن هنا تعطيني 230 هاي لكم لأن واحد ناقص هنا عندي 53 و2 إذن هذا هو الحساب التالي صحي بعد ما عمرنا الآن الجذول وبدأ تتأكد دايما دير 230 زايد 53 زايد 2 تعطيك 285 نسمى لك صحيح بعد ما أنهينا الآن من هذا كليا هذا هو قانون الإحتمال نأتي الآن إلى الأمل الرياضيتي أمل الرياضيتي 2 على 285 هذه بين راح تروح للصفر تبقى لي 53 زايد 4 على 285 راح تعطيلي 57 على 285 هذا هو ال ونقدر لو كان نحسبوه كقيمة تقريبية راح نسيبوه 0.2 خلاص بعد كنا قال لي كملنا مع هذه علما أننا حصلنا على كراتين حمرهوية اسمها احتمال شرطي ما احتمال أن يكون السحب من السندوق الثالث حساب نحن لو كان نشوفو احتمال الشرطي لهكذا دير هنا حاجة نكتب هنا وحاجة علما أن حصلنا على كراتين حمرهوية هذه علما هي لجي هنا يعني هكذا شو بتعلم ر ر علما أن محتمال أن تكون من السندوق الثالث فهمتوني كيف نحن دون الذي كيف اشترجمتها كتابة رياضية علما أن تحصلنا على كراتين حمرهوين يعني ر هاي كراتين حمرهوين ر علما دايما تكتبوها هنا ما احتمال هي التي تكتبها هنا دائما احتمال أن تكون السندوق الثالث كقانون يسوي بي ل ثلاثة تقاطع ر ر على بي ر ر دايما الاحتمال الشرطي أن هذا هو اللي يجي هنا خلاص دائما كل واجد تابعوا معايا صباح النافط هاي ومن السندوق الثالث و هاي وين اللي هي واحد هكذا واحد على ثلاثة في ثلاثة على مئة وتسعون هكذا على بي لأر أر بي لأر أر وين راهي كلمة بي لأر أر لو كانت تكون إنسان ذاكي هي أنك ثنين حمر ثنين حمر ثنين حمر ها هو وينو وينو راقينتو لهي ثنين على مئتين وخمسة وثمانين يوسعو يا أستاذ عاوت السحب من السندوق الثالث والزوج حمر السندوق الثالث والزوج حمر ها هو وينو ثلاثة في ثلاثة على مئة وتسعين هذا على احتمال يكون زوج حمر احتمال يكون زوج حمر أصلا احنا المتغير العشواء إذا إكس يتعامل مع الحمورة زوج حمر ها هو لما إكس يتدي زوج حمر ها هو وينو الاحتمال تتعوه نجيبوه نحطوه هنا بعد ما رايح نحسب ستخرجنا بعد كل الحسابات ستخرجنا سبعة وخمسين قسمة ستة وسبعة هذا هو ماذا ستخرج لي هنا ولادي جربوا ها حسبوا بالألة الحاسيبة ولا استعاملوا المقلوب بتاع الكوصور ولا لسونسيات تخرج لكم هذا هو الاحتمال الشرطي امتعي تمنى انكم استفدتوا يعني يقدري جيك تمرين كما هذا فيه اشياء التي تحتاجها تحتاج شجرة الاحتمالات السحب من عدة سناديق تحتاج التوفيقات تحتاج المتغير العشوائي والاحتمال الشرطي هذا تمرين هايل في افكار جدو جدو قيمة في الاخير لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية واترحهم على رحمة الطاهرة مع تحيات الأسطى النور نحب يكون متعليك أولا اللي جبتوا صحيح واللي نحبه أكثر ما كانش فاهمه لكن كيت فرج الفيديو فاهمه مليح مليح وتعلم طريقة السحب من ثلاث سناديق في آن واحد وشجرة في الاحتمالات سلام